عارفين حضراتكم أولا بلدنا دي بلد كبيرة جدا جدا من البلاد الكبيرة في الرياضة في العالم كله بالمناسبة مش في الأفريقيا بس لما تيجي تتكلم عن مصر في الرياضة هتفكر في كل حاجة وحتشوف نحن عندنا أحسن حاجة في الدنيا وفي أفريقيا بالنسبة لنا على الأقل ممكن نقعد نخبط مع بعض ونقطع في بعض والكلام ده كله ولكن عارف يعني إيه؟ أن أنت تلغي دوري ولا مش عارف؟ عارف يعني إيه؟ مش هقولك ولا قيمة سوقية ولا هقولك كذا ولا هقولك خسايا الرعيات ولا هقولك ولا عقود لعيبة ولا الكلام ده كله مش هتكلم في هذا الكلام خالص ولكن سمعة مصر كيف يمكن أن ينظر الآخرين في العالم لسمعة مصر ولكن هناك البعض مش فرق معها أي حاجة فرق معها حاجة واحدة فقط هو أن أنا مصلحتي مصلحتي فقط لغير وبالمناسبة أنا بتكلم بمنتهى لصراحة على الرغم أن نفس الكلام ونفس الناس اللي كانت بطلعة أو نفس المجموعة اللي كانت طلعة تروج لهذا الأمر اللي هو فكرة إلغاء الدوري هي نفس المجموعة اللي كانت مصممة أن الكاس يتلعب نفس الموقف بالزبط هنا ألغي الدوري عشان ممكن حنبقى نتكلم فيها وده ألعب الكاس بقى عشان الأهلي يتغلب من بيرامدز أو الأهلي خايف يلعب من بيرامدز أو الله العظيم الثلاثة كان بيحصل صح ولا بصح هذا هو الموقف في كرة القدم المصرية حاليا أي واحد عايز يعمل أي حاجة يطلع يقول كلمتين عايز عنده أسهم مش عايزة تتباع يطلع يقول في العالم أنا بتكلم حتى في الدولة المصر بيحصل هذا الكلام بيطلع يقولك إيه يا جماعة يعمل مشكلة عشان الدنيا يبقى فيها رواج والمشكلة أو دايماً لما حد يجي يبيع حاجة لازم يعمل إيه لازم يعمل مشكلة مع الكبير أو لازم يعمل رواج مع الكبير سواء رواج سلبي أو إيجابي أو 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 فالكبير الأهلي هنا في مصر يعني في أفريقي هو الأهلي فأعمل معاه في الدنيا إيه تتحرك بدل ما بيع 40% إلى 30% حبيع 50% و60% مثلاً أنا بقول أمثلة على فكرة وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندي نادي عنده مشكلة كبيرة جداً فنية مش عارفة مش عارفة وصلها أنا كرئيس نادي مش عارفة أصلاً المشكلة الفنية مش عارفة أعمل إيه في المشكلة الفنية بجيب لعيبة ما بيطلعوش كويسين بجيب بعمل مدربين ما بيطلعوش كويسين وبمشيهم وبجيب غيرهم وبقى عمل كذا كل واحد حر وكل واحد من حقه أنه هو يدافع عندي بطريقته ومن حقه أنه هو يعمل اللي هو عايزه أنا ما بتكلمش في كده ولكن أنا بتكلم في الشكل العام للي بيحصل ده كله لعيبة عندك تروح تحط الفلوس في البنك تلاقي ما فيش فلوس وتقول إن كل الكلام ده أنا عايز أغطي عليه أغطي عليه إزاي أقول إن أنا عايز أن تسحب من الكاس عشان الكاس موجه مع إن بالمناسبة كرة القدم من الناحية الفنية ممكن جدا تكسب النادي الأهلي من الناحية الفنية في الكرة في الملعب ساعتها هنطلع كلنا نسقف للفريق اللي هيكسب النادي الأهلي من الناحية الفنية وبوجود عدلة تحكمية زي اللي بنشوفها الخلال هذه الفترة عشان كده النادي الأهلي كان بيصر دائما دائما على شيء واحد العدلة التحكمية في وجود تحكم أجنبي مجلس إدارة النادي الأهلي هو شايفة كده الأهلي عمره ما كان عنده عقدة مع حد عمره فكرني كده ممكن تكسب الأهلي أو مطشين بعدها الأهلي هيكسبك مرة واثنين وثلاثة ومية بعد عشرين سنة يكون تاريخك تاريخك كله إن أنت كسبت الأهلي مطش أو مطشين فيه ناس كده عايش على هذا التاريخ الأهلي أنا كسبت الأهلي أنا من الناس يقضي على الكرسي كده والله ويحط رجل على رجل كده أقول لك إيه أنا كسبت الأهلي مطش أو مطشين هل ده ممكن يبقى تاريخ في حياتك لا طبعا هذا ليس تاريخ أهو ده طموحك لو هو ده طموحك وبتصرف الفلوس دي كلها عشان ده طموحك أنت حر إذن هناك خلل ما هو اللي بيخليك تقول هذا الكلام وتتكلم بهذا الشكل يا جماعة ما تغربوش من الواقع لازم الكل يرفع القبعة للنادي الأهلي بجد والله